السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي حبيباتي مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد من دروس الاقتداء درس اليوم تحت عنوان أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أنصره ما هي أهداف هذا الدرس؟ من أهداف الدرس أن أعرف كيف أوظف مكتسباتي لحل وضعي تقويمي أولا ثانيا أن أتعرف معنى حب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أن أعرف كيف أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصره ننتقل الآن إلى فقرة أربط وأهتدي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذن أعيد قراءتها الآية لكي أشرحها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من هم الأميون؟ الأميون هم الذين عاصروا رسول صلى الله عليه وسلم وكان أغلبهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة إذن ماذا بعث الله إليهم؟ بعث رسولا منهم من هو هذا الرسول؟ بطبيعة الحال هو محمد صلى الله عليه وسلم ما هو دوره؟ يطلو عليهم آياته يعني يطلو عليهم آيات القرآن الكريم ويزكيهم بمعنى يطهرهم من الكفر ومن أخلاق الجاهلية وماذا أيضا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني أن يعلمهم ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة وهو ما المقصود بالحكمة وما جاء في السنة النبوية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني أنهم كانوا قبل مجيء الإسلام في ضلال وكفر نتأمل هذه الآية لماذا بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ انتلاق من هذه الآية بعثه ليطهر قومه من الكفر والدنس ومن أخلاق الجاهلية وكذلك ليعلمهم ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية إذن كل هذه الأشياء التي يقوم بها رسول صلى الله عليه وسلم تجعلني ماذا؟ تجعلني أحبه وأقدره لماذا؟ لمجهوداته العظيمة التي قام بها ننتقل الآن إلى فقرة أقرأ عن أنسي غضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين هنا لا يؤمن أحدكم بمعنى لا يكتمل إيمان أحدكم إلا إذا ماذا؟ إذا كنت عنده أحب من والده وولده والناس أجمعين هنا رسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه لن يكتمل إيمان مرح حتى يكون حبه صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى حيث يجب علينا أن نحبه أكثر من كل شيء حتى من الآباء والأولاد ومن كل شيء فماذا يعني أولا حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ذلك أن يميل قلبي إلى حبه وتفضيله على كل محبوب من نفس أو والد أو ولد أو أي كان وذلك لما خصه الله تعالى به من مكانة رفيعة وخصال عظيمة كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكننا أن نحب الرسول؟ أو ما هي علامات حبنا لرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجب علي أولا أن أقتدي به في حلمه وصبره أن أنصره وأوقره أن أكتر من الصلاة عليه لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال البخيل الذي من ذكرت عنده ولم يصلى عليه وقال أيضا من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات كذلك من علامات حب له اتباع أوامره والشناب نواهي التأدب بآدابه لأنه صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه عظيمة إذن هذه فقط بعض علامات حبي لرسول صلى الله عليه وسلم أذهب الآن لقراءة خلاصة أكتسب جعل الله حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبا له سبحانه وتعالى فحبه صلى الله عليه وسلم هو السبب المباشر لنيل رضا الله تعالى ثانيا من علامات حب المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى في توقيره واتباعه ونصرته ثالثا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته وصحابته الكرام يعني أننا إذا كنا نحب رسول صلى الله عليه وسلم يجو علينا أن نحب كذلك أهل بيته وصحابته الكرام لماذا؟ لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أحب رسول صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا كما فضلوه على أنفسهم وأهليهم والناس أجمعين إذن تلاقا من هذا الدرس ماذا يجو علي؟ لأكون مسلما يجب علي أن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضله على كل محبوب من نفس ووالد ووالد وأقتدي به وأتخلق بأخلاقه لأن الله تعالى جعل حبه صلى الله عليه وسلم حبا له تعالى وماذا أيضا؟ يجب علي كذلك أن أسأل الله تعالى أن أحشر معه يوم القيامة وأتمكن من رؤيته ومرافقته في الجنة إلى هنا أكون قد أنهيت شرح الدرس أتمنى أن تكون قد استوعبتموه جيدا وإلى درس مقبل بحول الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته